واحدة من بين كل خمسة آلاف امرأة في العالم تقريبا لا تمتلك رحما أو رحما غير مكتمل النمو قد تكون هذه نسبة ضئيلة إلا أنها تعادل حجم الدنيا لمن تعاني من الحالة إذا كانت ترغب بالإنجاب ولكن هذا لا يعني استحالة الحمل والإنجاب فعمليات زرع الرحم باتت واقعا واليوم تعلق امرأة من المملكة المتحدة آملها عليها في أول عملية من نوعها بالبلاد إذ أجرى جراحون في مستشفى تشيرتشيل في مدينة أوكسفورد في شهر فبراير من العام الجاري أول عملية زرع رحم لامرأة بعمر الرابعة والثلاثين عاما في إنجلترا الرحم كان تبرعا من شقيقتها التي تبلغ من العمر أربعين سنة وقام فريق من عشرين جراحا بالعملية الجراحية التي استمرت سبع عشرة ساعة المرأة التي لم تكشف هويتها ستعطى أدوية كابتة للمناعة حتى لا يحارب جسدها العضو الجديد وبحسب الأطباء الرحم المتبرع به سيبقى مدة خمس سنوات وبعدها تتم إزالته الشقيقة المتبرعة برحمها لديها طفلان ولا ترغب في إنجاب المزيد فتبرعت لأختها الأصغر التي تعاني من حالة نادرة منذ ولادتها وهو داء روكيتانسكي وفيه يكون الرحم غير مكتمل النمو أو غير موجود طبعا بينما يكون المبيضان المسؤولان عن إنتاج البويضات والهرمونات الأنثوية سليمين ولكن قبل العملية طلقت المرأة هي وزوجها علاجا للخصوبة وتم حفظ ثمانية أجنة لزرعها لاحقا العملية الجراحية مشاهدين كلفت نحو خمسة وعشرين ألف جنيه استرليني وهو ما يعادل ثنين وثلاثين ألف دولار طبعا المبلغ كبير ولكن السيدة حصلته من التبرعات التي جمعتها مؤسسة خيرية تعنى بهذه العمليات وهي Womb Transplant UK هذا هو البروفيسور ريتشارد سميث وهو جراح في أمراض النساء والتوليد وهو من قاد الفريق الجراحي يقول إنه أنضى خمسة وعشرين سنة يبحث في مجال زراعة الرحم ووصف العملية الأخيرة على أنها نجاح هائل البروفيسور سميث تحدث عن حالة السيدة وعن الخطوة المقبلة لزراعة الجنين لنستمع إنها بحالة جيدة وبدأت عندها الدورة الشهرية وهذا يعني أن احتمال حصول حمل لديها عال جدا وهي تحتاج إلى الاستمرار في العلاج الكابت للمناعة وأن تتم متابعتها عن كثب ونأمل أن تجرى عملية نخل الجنين للخليف من المقرر أن يجري الفريق الجراحي نحو خمسة عشرة عملية زراعة رحم فهناك خمس متبرعات على قيد الحياة وعشر متبرعات توفينا أو يعانينا من موت دماغي ولكن المشكلة تكمن في تكلفة العملية إذ تتطلب ثلاثمائة ألف جنيه استرليني إضافي ولكن مشاهدين هذه طبعا ليست أول عملية زراعة لرحم إنما أجريت العملية لأول مرة في عام 2014 في السويد وقامت امرأة بالإنجاب بعد تبرع صديقتها التي تبلغ من العمر ستين سنة وبعدها أجريت نحو مئة عملية زرع رحم في دول مختلفة وقررت بريطانيا في عام 2015 السماحة بإجراء عمليات زرع الرحم ولكن تأخيرات إدارية وفيروس كورونا كانت السبب في تأخر إجراء أول عملية زرع رحم شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم